اهلا وسهلا بكم في تكملة لمادة الارض والنهاردة بناخد مع بعض تكملة الاحياء ومادة الارض هناخد مع بعض يا شباب تركيب عدم التوافق طبعا الدرس بتاع تركيب عدم التوافق موجود في الامتحان ولا يخلو امتحان منه سنوية عامة تركيب تعرف بعدم التوافق طيب نعرف الاول يعني سطح عدم التوافق سطح عدم توفق يعني حصل ان في طبقات طب الطبقة ممكن تختفي فالطبقة اللي تختفي دي هنسميها سطح تعرية او سطح عدم ترسيب يبقى فيه سطح بيحصل اسمه سطح تعرية او سطح عدم ترسيب يعني كان فيه طبقة موجودة وحصل لها عامل التعرية والتعرية أثر العامل الخارجية على الصخور وتفتيتها وإزالة الفتات أو فيه سطح لم يحدث له ترسيم واضح ومميز تمام وده السطح ده بيفصل بين مجموعتين لازم الشرط بتاعي أن يفصل بين مجموعتين المجموعتين صخريتين وطالما فيه اختفاء لطبعة لسطح التعرية أو سطح عدم ترسيم وفيه طبقة أو طبقات اختفت ده بيحصل بين مجموعتين صخريتين ويدل ذلك على غياب الترسيم ممكن يزيد لفترات زمنية طويلة لعشرات الملايين من السنين طب إزاي نعرف أن فيه سطح عدم تعرية أو فيه سطح عدم طوافق نشوف كده مع بعض الشواهد اللي ممكن تدل إن فيه سطح عدم طوافق أو وجود عدم طوافق أول حاجة يا شباب أستدل منها إن فيه طبقة من حصى مستدير إيه الحصى المستدير دوت اللي هو الكونجولو ميرات يبقى إزا في حصى مستدير يعرف بالكونجولو ميرات فين الكونجولو ميرات دوت ويقع فوق سطح عدم طوافق مباشرة يبقى الكونجولو ميرات ده موجود فين موجود فوق سطح عدم الطوافق مباشرة يعرف بإيه يعرف بسطح عدم طوافق طبعا ما وجده حصى مستدير يبقى ده يدل إن فيه عدم طوافق لوجود الحصى المستدير اللي هو يسمى الكونجولو ميرات تاني شاهد إن بيحصل تغير فيه تتابع المحتوى الحفري بمعنى إيه بمعنى فيه تدرج مفروض للحفريات في الظهور طب لو اختفت حفرية وظهرت حفرية أحدث منها واختفاء مفاجئ لتلك الحفرية يدل برضو على سطح عدم طوافق طيب ممكن فيه برضو آآ شاهد تالت اللي هو اختفاء آآ اختفاء مفاجئ في التتابع عن محتوى الصخر وده قلناه التالت اختلاف في ميل الطبقات زي فكرة اللي هي التطبق المتقاطع اللي هي في التركيب الأولية اللي خدناها لكن هنا برضو في اختلاف ميل الطبقات طبقات بتقطع طبقات بشكل ميل يدل ان فيه سطح عدم طوافق رقم أربعة يا شباب وجود تركيب ديولوجية زي طاية فاصل أو تداخل ناري ماشي في احدى الطبقات وعدم موجودة في الطبقات الأخرى برضو شاهد على عدم الطوافق ويبقى فيه أربع شواد على ان فيه سطح عدم طوافق أول شاهد تاني بنفتكر مع بعض ان فيه كونجولمرات ويقع فوق سطح عدم الطوافق مباشرة فيه تغير مفاجئ في المحتوى الحفري اختلاف ميل الطبقات وجود تركيب ديولوجية أو تداخلات صخور نارية في احدى الطبقات وعدم موجودة في الطبقات الأخرى كل ده شاهد على عدم الطوافق وده مهم جدا أعرف منه ان فيه سطح عدم طوافق حصل في المنطقة دي نشوف مع بعض ان فيه أنواع لعدم الطوافق فيه أنواع عدم طوافق الأول اسمه متباين يبقى عدم الطوافق الأول اسمه طوافق متباين عدم طوافق متباين طيب نشوف العدم الطوافق المتباين بين نوعين من الصخور النوع الأول رسوبي والتاني ناري يبقى أنا عندي نوعين من الصخور لازم رسوبي مع ناري تمام وممكن رسوبي ده أساسي مع متحول يبقى ممكن مع المتحول يعمل عدم توافق متباين يبقى تاني عدم متوافق المتباين الشرط الاساسي ان فيه رسوبي ممكن بقى مع الرسوبي يبقى فيه ايه فيه ناري يبقى ممكن فيه ناري طب ما فيش ناري يبقى فيه متحول يبقى رسوبي او ناري او رسوبي ومتحول ولازم يا شباب ان في شرط ان تكون الصخور الرسوبية هي الاحدث يعني الاحدث يعني اللي ايه اللي تعلو الناري او تعلو المتحول يبقى يعرف بمتباين يبقى عدم توافق متباين زي في الرسمة هو عدم التوافق المتباين في تحت اللي هو ناري او متحول يبقى هنا تحت جدوة في ايه يا شباب في الناري او متحول صخر ناري او متحول لازم يعلو صخر رسوبي طيب فين سطح عدم التوافق اهى ده سطح عدم التوافق يبقى اخد خط كده بقول عليه ده اسمه سطح تعرية او سطح عدم طوافق واضح ومميز يفصل بين مجموعتين صخريتين الاقدم الاقدم يا شباب اللي هي الناري والاحدث يا شباب اللي هو الرسوب يبقى الاقدم يا ناري يا متحول وفهمنا كده اسمه ايه متباين يبقى اول نوع عدم طوافق متباين يبقى اعرفنا عدم الطوافق المتباين تاني يا شباب ده بيفصل بين نوعين من الصخور الاقدم والاحدث الاقدم دايما ناري او متحول والاقدم دايما الرسوبي دايما ايه الرسوبي طيب ممكن يقول لنا الناري اه مثلا اللي هو البازلت او صخر الجرانيت طيب الرسوبي ممكن يقول عليه حجر جيري او حجر راملي يبقى الحجر الراملي اعلى والجرانيت من اسفل يبقى ده اسمه عدم طوافق ايه عدم طوافق متباين النوع التاني عدم طوافق بيطلق عليه زاوي يبقى فيه عدم طوافق ملوء زاوي يبقى ده النوع رقم اتنين عدم طوافق زاوي العدم الطوافق الزاوي طيب فيه مجموعتين تيكون المجموعة الطبقات الاقدم مائلة اما مجموعة الطبقات الاحدث ممكن تكون توفقية يبقى فيه طبقات اللي هي الأقدم مائلة والأحدث هتكون أفقية يبقى فيه طبقات مائلة وفيه طبقات أفقية تمام؟ وأو تكون المجموعتين مائلتين في اتجاهين مختلفين يعني الطبقات الأقدم مائلة بالشكل دوت والأحدث مائلة في الاتجاه المعاكس بيعمل برضو عدم طوافق زاوي يبقى عندي إيه عدم الطوافق الزاوي دوت يا شباب النوع ده فيه مجموعة طبقات أقدم وفيه طبقات أحدث ممكن الأقدم مائلة فيه اتجاه والأحدث أفقي أو مائلة في اتجاه مختلف يعني إحنا زي ما نشايفين كده في الرسم دوت كده طبقات مائلة في اتجاه وطبقات أفقية والتنين في الزاوي رسوبي والتنين في الزاوي سخور رسوبية وممكن تكون مائلة فيه اتجاه زي ما احنا شايفين كده هوت مائلة فيه اتجاه والأخرى مائلة في اتجاه آخر برضو يعرف بالزاوي يبقى اسمه عدم طوافق ايه؟ زاوي يبقى فيه نوعين من عدم الطوافق في عدم طوافق متباين في عدم طوافق متباين وده ظهر معايا الصخر الناري او المتحول للأقدم والرسوب أحدث وفيه عدم طوافق يعرف بالزاوي ودوت مجموعتين من الطبقاتين مجموعة الطبقات اللي اتنين رسوبي والأقدم مائلة اما الأحدث فوقفقية او مائلة في اتجاه مختلف طيب النوع الثالث عدم الطوافق الانقطاعي يبقى النوع الثالث اللي هو انقطاعي وهنا عدم الطوافق دول بيتم باينة مجموعتين من الصخور الرسوبية والأتنين بيكونوا في وضع أفق تقريبا يبقى هنا عدم الطوافق بيكون فيه آآ الاتنين مجموعتين الصخور في وضع أفق تقريبا وتحدث بسبب الانقطاع التعرية او انقطاع الترسيب طبعا هنا صعب على الدولودي يحدد سطح عدم الطوافق الانقطاعي لكن يمكن تحديده من خلال المحتوى الحفري اللي موجود في الصخور الرسوبية يبقى بيتعرف عليه من خلال ايه؟ من خلال المحتوى الحفري زي ما احنا شايفين كده في الرسمة ان فيه عدم طوافق يطلق عليه العدم الطوافق انقطاعي اللي هو قادي سطح عدم الطوافق الانقطاعي الاقدم رسوبي افقي والاحدث رسوبي افقي ويفصل بينهما سطح عدم طوافق ويمكن للدولودي التعرف عليه من خلال المحتوى الحفري يبقى انا بتعرف عليه من خلال المحتوى الحفري طب والصخ وعدم الطوافق اللي هو الزاوي برضو هنا زي ما بنكبر الرسمة ونشوف مع بعض فيه سطح عدم طوافق ايوة قل معايا زاوي هنا ايه دي مائل وبيصنع الزوايا المائل ده بيصنع الصخور المائلة بتصنع الزوايا والاحدث افقي او تكون مائلة بس فيه عكس الاتجاه برضو زاوي يبقى الاتنين صخور رسوبية يبقى فيه عندنا يا شباب تلات انواع من عدم الطوافق متباين زاوي انقطاعي لازم تعرف ان ايه سطح عدم الطوافق ده سطح تعريح يفصل بين مجموعتين صخريتين وده بيدل على غياب الترسيب لفترة زمنية طويلة وممكن يصل لعشرات الملايين من السنين وفيه شواهد على عدم الطوافق قلنا حصى مستدير كونجولو ميرات افتكر كويس حصى مستدير يعرف بالكونجولو ميرات يوجد فوق سطح عدم الطوافق مباشرة ممكن تغير مفاجئ في تتابع المحتوى الحفري اختلاف مير الطبقات وجود تركيب جيولوجية او تداخلات صخور نارية في احدى الطبقات وعدم وجودها في الطبقات الاخرى انواع عدم الطوافق قلنا ثلاثة متباين وده في نوعين من الصخور ناري او رسوبي والناري او الرسوبي الناري او المتحول ادم والرسوبي احدث وفيه عدم طوافق زاوي وده مجموعتين من الصخور الاقدم مائلة والاحدث تكون افقية او مائلة بس مائلة في اتجاه معاكس مش نفس الاتجاه لكن لو في نفس الاتجاه ما يبقاش عدم طوافق زاوي نشوف الانقطاع ويكون فيه بين مجموعتين من الصخور الرسوبي والاتنين في وضع افق تقريبا وهنا فيه تعريه حصلت او انقطاع ترسيب ويستدل على عدم الطوافق الانقطاعي من خلال يا شباب المحتوى الحفري كده خلصنا درس عدم الطوافق وان شاء الله ليكو اعلى الدرجات يا تلت سنوي وما تنسناش في لايك وشير وان شاء الله الجزء ده يكون ليكو فيه اعلى الدرجات